رؤساء العالم يصلون إلى صحيح هذا الخبر مضبوط رؤساء العالم يصلون إلى نيويورك للمشاركة في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة على طاولة المفاوضات والمناقشات الملف الإيراني الأبرز خاصة بعد الأزمة الأخيرة واتهامها بالهجوم على شركة أرامكو أيضا الملف اليمني والأزمة اليمنية أيضا موضوع المناخ وأزمته المناخ والأزمة اليمنية وأيضا كما قلت إيران لكن أبرز الملفات سيكون إيران وخاصة بعد أن تم تأكيد أو الإشارة إلى مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو وخاصة من قبل الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نحن لاحظنا روناك كيف بعد توقيع أو بعد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تحاول فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحاول أن تكون معتدلة في هذا الموضوع لكن الإشارة الأخيرة من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالتأكيد على مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو يبدو أنها بدأت تغير موقفها وخاصة أن إيران تحاول دائما تأجيج التوتر في منطقة الخليج وهذا الهجوم ليس الأول على مواقع نفطية أو مشاءات نفطية رأينا كيف كانت هناك هجوم على سفن نفطية في قبال سواحل الفجيرة قبل سواحل الإمارات تعديات كثيرة صحيح نعم من قبل إيران نعم